نفترد نفترد النجوم في المباراة دي لا يعني اه يعني الاهلي خسر. اه عادي دي كورة. ما فيش مشكلة عادي. فيش اي رد فعل ما تؤثرش الخسائر بتفجر ازمات وتفجر مشاكل وتخلي كل القطط الفاتسانة تطلع في اي مكان. هتعمل مشاكل. طبعا مش طبيعية طبعا. لا طبعا. سواء في الزمالكة وفي الاهلي هيبقى في الزمالكة. لا اصلا طبيعي ازاي يعني ايش معنا طبيعي عنا? اه 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 انا ما طلعت لا اسواء للراجل هي. اه. قال هي الخسارة والمكسب طبيعي. بس اكيد الخسارة بتفجر ازماته بشك. طبعا. طبعا. تفجر ازماته بشك تفرق حاجة في النادي الاهلي? مؤكد انها كلها يتأثير كبير جدا طبعا. لان النادي الاهلي اه ما خدش البطولة من الفرن والتلاتاشر. اه. ويمكن اه مجلس دار الحالي ده. جاء من ساعة مجوعة بيخطط للفوز بالبطولة. اه. في آآ التلات سنين الاخارة. اه. فيهموا جدا ان يفوز بالبطولة. دي مهم جدا ان الاهلي يفوز بيها. اه. لانه بذل جوت المفتلين. طبقا ايخو منك عنوانين. في حالة الفوز بالبطولة. ماذا يعني للاهلي? في حالة الفوز بالبطولة? اه. يعني يبقى الاهلي حقق يعني كل اهدافه المطلوبة في كرة القدام. حالة الخسارة? في المرحلة دي. في حالة الخسارة يبقى النادي الاهلي يعني فقد الهدف الاعظم بالنسبة له هو دورة ابطال افاق.